مدرسة الباكستانية الدولية أول مدرسة بسوريا بتشارك بهالإختبار الدولي الحقيقة العلاقات الباكستانية السورية كمان علاقات قوية وتاريخية تتجسد بهيك تعاون على مستوى التعليم والتعليم هو أساس نهضة الشعور وبالتالي تمازج الثقافات بين باكستان وبين سوريا من خلال مدرسة بعتبره أنها عملية عظيمة جداً أتمنى أننا الكل يحتزي بالطلاب المتفوقين ويعطيهم دافع ليتفوقوا الحقيقة لنفس الوقت الإمكانيات الموجودة لدينا في التعليم الحكومي إمكانيات عظيمة جداً ومدارس المتفوقين كمان بتدل على اهتمام سوريا بشكل عام بالتفوق أنا سعيد جداً لأن الجهد الذي بذلوه المعلمون والطلاب قد أثمر هم ناجحون الآن وفي المرتبة الأولى على العالم بأكمله وهو ليس بالشيء البسيط على العكس تماماً نحن نسعى لأن تكون المدرسة الباكستانية حاضنة تعليمية لمختلف المدارس والجامعات لنشر العلوم في مختلف المجالات لتعزيز التعاون والمشاركة بين الطلاب لدي نصيحتان لهؤلاء الطلاب الأولى اعملوا بجد لأن العمل الجاد يثمر دائماً والثانية بعد التخرج ابقوا في سوريا وعملوا فيها لا تعملوا خارج البلاد امتحان الـ IGCST تابع لجامعة كامبرج وهو امتحان سنوي ينقسم لقسمين الأول في شهر أيار والثاني في شهر تشرين ثاني وهو يشمل مواد كثيراً منها اللغة العربية ونحن حريصون على أن نشرك طلابنا بهذا الامتحان كل عام في الحقيقة المدرسة الباكستانية الدولية هي المؤسسة التعليمية الوحيدة الموجودة في سوريا كمركزاً لامتحان كامبرج IGCST هاي السنة أربع طلاب هن أخذوا أعلى علامات على مستوى العالم من ثلاث سنوات كان فيه كمان دفع طلاب بصفة 12 بمادة اللغة العربية اللي بتأهلهم كمان لدخول الجامعة فكانت متائجنا هي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط لدول العربية وجنوب أفريقيا بصراحة المدرسة الباكستانية بهالمجالها تساعدتنا كثير بيعطتنا الطريقة الصحيحة للامتحان وشلون لازم نجاوبه كل شيء فالحمد الله بشكر المدرسة الباكستانية ومسنوها طبعاً اللغة العربية من أكتر لغات اللي تتكلم الناس فيها بالعالم طبعاً في كثير مجالات مثل الترجمة مثل كتابة البحث والقصص والشعر باللغة العربية طبعاً أنا كثير منيح بهاي الشغلات بيساعدني بالمستقبل أنه أنا مثل عابقته بباحث أو عابقته بقصة لأولادي عند سوريا طلاب على المستوى العالم بيجيبوا على العنامات وإن شاء الله هاي أنه يقول لكل طلاب سوريا أنه أنتوا فيكم تجيبوا على العنامات وفيكم تتقدموا بحياتكم وتفوزوا على مصعب الحياة هلأ قبل الفحص بفترة منيحة عادنا نتدرب مع مسنوها وهي كانت دارسة كيف النمط الأكاديمي من كامبريج بيجي هلأ بحب أنا أصلاً أني اكتب شعر وبحب استغل هاد الشي لبعدين هاد الشي أكيد لبعدين رح يفتح لي كتير مجالات لبعدين بدراستي حتى بالجامعة رح يساعدني كتير بالتسجيل وبالتقديم ورح كمان يعطيني دافع أكبر أن يهتم أكتر باللغة العربية وأعرف أكتر عنه ممكن لبعدين اكتب أساس أو شي لأنه أنا من صغري بحبه للصراحة كتير شي كان تشجيع أهلي يعني أهلي ما تركوني وأهلي عندهم دائماً للعالمات شي كتير مهم وبالفعل هو يعني هذا التشجيع والتأثير ورأيهم بحد موضح واللي خلاني أشتغل قدمع فيني على حالي لح تأجيب أعلى العالمات ترجمة نانسي قنقر